في ضوء جهود الدولة لتحسين الوضع البيئي وتوعية المياه أعلنت وزارة الموارد المائية والرية أنه تم تأييل ترعب أطوال تصل إلى 5,428 كم وجاري تنفيذ 4,149 كم أخرى وذلك بمختلف المحافظات وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشاريع الوزارة أكد وزير الرأي محمد عبد العاطي أن أعمال تأهيل حققت عدالة توزيع المياه وحسمت شكاوى المياه مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومي في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا